مساء الخير و أهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز حلقتنا النهاردة هتكون مميزة جدا و هيكون فيها موضوعات كتير هتعجبكم إن شاء الله و يلا نبدأ الحلقة بفقر ترانز of the week أول تراند معنا النهاردة هو طبعا منتخب مصر من يوم الجمعة اللي فات والحد النهاردة مفيش كلام في السوشال ميديا تقريبا غير على منتخب مصر و طبعا زي ما تابعنا كلنا الحمد لله المنتخب قدر يفوس في المباراة الأولى على السنغال واللي تلعبت هنا في مصر بنتيجة 1-0 والأحرص للهدف كان نجم المنتخب محمد صلاح بما إن الماتش اللي تلعب هنا في القاهرة كانت جولة الأولى بس والنهاردة إن شاء الله الساعة 7 بالليل هيكون في الجولة الثانية واللي هتبقى في السنغال فلقينا إن الدعم المنتخب مصر مستمر من الماتش الأول لحد دلوقتي و ده كان باين جدا في هاشتاج ادعم منتخب مصر واللي تصدر كل منصات التواصل الاجتماعي سواء في تويتر فيسبوك أو تيك توك وكل الناس كانت بتشارك بفيديو دعم المنتخب المصري وهي تتمنى لي التوفيق لتحقيق حلم التأهل لكاس العالم واللي هيتلاقي في القطر السنة دي إن شاء الله تاني ترند معنا النهاردة هو ترند حزين جدا وهو يتعلق برحيل الفنان القادير أحمد حلاوة عن عمر يناهز 73 سنة متأثر بمضعفات فيروس كورونا وفاة الفنان أحمد حلاوة صدمت كثير من الجمهور ونجوم الفن ونعاية عدد كبير جدا من الفنانين في مقدمتهم طبعا الفنان عيد الإمام واللي قال ودعا الفنان القادير وهنلاقي كمان عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة نعو الفنان الراحل وعلى رأسهم كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وأسرة ترانس طبعا بتعزي أسرة الفنان أحمد حلاوة وبما أننا خلاص فاضل أيام قليلة جدا على شهر رمضان الكريم كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة فكان من الترانس اللي تصدرت السوشيال ميديا الكلام طبعا على مسلسلات رمضان وعشان كده هنقول لكم النهاردة ملامح عدد من المسلسلات اللي هتكون مشاركة في رمضان إن شاء الله الأعمال هتكون متنوعة بشكل كبير يعني هنلاقي الأعمال الوطنية واللي هيكون عندنا منها مسلسلين وهم الاختيار ثلاثة بمشاركة عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد عز كريم عبد العزيز أحمد السقة ياسر جلال ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي طبعا المسلسل بيتناول مرحلة مهمة جدا من تاريخ مصر وكمان بيكمل الربط بين المسلمين الأول والتاني وكمان هنلاقي مسلسل عائدون وهو من المسلسلات الوطنية واللي بيتكلم عن بعض الجماعات المتطرفة وبيقوم ببطولته كل من أمير قرارة أمينة خليل محمود عبد المغني أحمد الأحمد ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وكمان عندنا هنا في القناة الأولى مسلسل ملف سري لهاني سلامة وعائشة بن أحمد والمسلسل بتدور أحداثه حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال وآخر المسلسلات الاجتماعية اللي هتتعرض على شاشة القناة الأولى هو مسلسل يو تيرن لريهام حجاج وبتدور أحداثه حول يارا الكرزي ضبيطة ملاحة بحرية تجارية ضحب عملها ومستقبلها المهني من أجل جزها ولكن هتحصل أحداثها تغير كل شيء وكمان نظرتها للحياة هنلاقي كمان في عدد من المسلسلات الكوميدية زي مسلسل الكبير قوي بطولة أحمد ميكي ورحمة أحمد وكمان مسلسل مكتوب علي بطولة أكرم حسني وآيتن عامر ومسلسل في بيتنا روبت 2 بطولة الشام جمال وليلة زهر وبكده خلصت فقرة ترانز أوف دي ويك ورجعنا لكم وراء تانية وده معدنا مع فقرة السوشل لاب اللي بنشوف من خلالها إزاي المشاهير بتستخدم السوشل ميديا وبما إننا اتكلمنا في الفقرة اللي فاتت عن رمضان فكان لازم الفقرة دي تكون عن واحدة من أهم النجمات اللي ارتبطوا في ذهننا برمضان بطلة السوشل لاب النهاردة هي الفنانة شريهان ويمكن كان من أشهر أعمال الفنانة شريهان اللي لسه مرتبطين بيها لحد الوقت هي فوزير حول العالم واللي كانت مليانة بالاستعراضات الأكتر من رائعة وكمان ألف ليلة وليلة اللي عملت منها كذا حكاية زي حكاية كريمة وحليمة وفاطيمة وحكاية عروس البحور وكمان حكاية وردشان وماندو وكان آخر الفوزير اللي قدمتها بعنوان حاجات ومحتاجات كانت سنة 94 بعد غياب سنين عادت الفنانة شريهان في رمضان السنة اللي فاتت من خلال إعلان لوحدة من شركات الاتصالات وظهورها اتصدر الترنت طبعا على السوشل ميديا والناس كلها اتفعلت علشان الإعلان كان فيه شيء من فوزيرها اللي رجعتنا لأيام زمان وبعد كده تقلقت في أول مصرحية قدمتها بعد رجوعها مصرحية كوكو شانال طيب ما تيجوا نشوف بقى شريهان بتعمل ايه على السوشل ميديا؟ شريهان تواجدها هادي وجميل على السوشل ميديا ودائما بتنشر الصور وبتشارج جمهورها لحظات في حياتها تعالوا نبدأ من الانستجرام بيتابع شريهان مليون و300 ألف فالور وهي بتابع 24 أكاونت شريهان نشرت لحد الوقت حوالي 492 صورة وفيديو وآخر بوست نشرته كان بمناسبة عيد الأم ونشرت صورتها وكتبت كل عيد أم وكل أم في هذا العالم أعظم هدايا الرحمن إلى الكون وأرحم وأطيب وأجمل ما في الدنيا بخير معظم الصور على أكاونت شريهان هي صور اللي كوليس أعمالها ولقينا أنها نشرت أكتر من 50 صورة للذكرياتها مع كبار النجوم ولحظنا ارتبطها القوي بعالتها ولقينا أنها نشرت أكتر من 20 صورة لها مع علتها وخصوصا أختها جيهان وأما بناتها لقلقة وتالية فنشرت لهم أكتر من 30 صورة لقلقة وتالية في مراحل مختلفة من عمرهم وفيديو ده كانت بتتكلم عن بناتها مع لقلقة طبعا شريهان بتعتز جدا بالأعمال اللي قدمتها فهي نشرت أكتر من 30 مشهد من فوازرها أو الأفلام اللي قدمتها وطبعا فيلم عرق البلح اللي لقى نجاح كبير جدا ومن الحاجات اللي لفتت نظرنا كمان في الأكاونت عدد صور بتاعة الفوتو ساشن اللي بتنشرها شريهان من الوقت التاني ودايما بتختار إطلالات مميزة وشيك جدا من الانستجرام للتويتر شريهان من الفنانات اللي بتحرص أنها تتواجد على تويتر وعشان كده لقينا عندها مليون فالور ونشرت لحد الوقتي 8659 تويت وبكده تكون خلصة فقرة السوشال لاب ودلوقتي جي معدنا مع آخر فقراتنا ولسه مكملين فيها كلامنا عن رمضان وعن الدراما الرمضانية وزي ما قلنا في أول فقرة الموسم ده فيه عدد كبير قوي من الأعمال الفنية المهمة واللي ناس كتير قوي مستنيها زي مثلا مسلسل الاختيار ثلاثة والعائدون وكتير من الأعمال الاجتماعية وكمان القامدية وعشان نتكلم أكتر ونعرف كواليس أكتر مشرفنا في الستوديو الناقد الفني رامي متولي عشان نتكلم معه أكتر عن رمضان ودرامة رمضان أهلا نوسا أهلا بحضرتك نورتنا أول حاجة عايزة أسألك عليها هي بما نحن نتكلم عن رمضان فخلينا نرجع شوية لرمضان زمان إيه اللي انت شايفه كناقد فني المتغير في الدراما بتاعت رمضان بتاعت زمان وكمان دلوقتي والله حاليا ما فيش تغير كبير لأن احنا رجعنا تقريبا لنفس الشكل اللي كانت عليه المسلسلات في الفترة المبكرة من انتشار التلفزيون في مصر عدد الحلقات ما كانش بيتخطى ال13 حلقة وال15 حلقة على أقصى تقدير فأعتقد أن ده يعني رجوعنا لفكرة أن احنا نعمل مسلسلات 10 حلقات و15 حلقة كحد أقصى ده حاجة أعتقد أن هي بتؤدي إلى حيوية شديدة جدا في المسلسلات وفي اختيارها وفي اختيار موضوعاتها في التناول ولكن بيفضل مرتبط مع رمضان بسبب التسويق والإعلان المسلسل اللي مدته 30 حلقة لأن ده بيبقى فيه ارتباط بالنجم ارتباط بمعاد عرض المسلسل وبالتالي ده له مردود اقتصادي له مردود عائد مادي يعني فأعتقد أن الشكل ده مفروض بقوة الإعلان بقوة الفلوس لأنها بتساهم جزء أساسي في الصناعة عشان كده لو هنتكلم على أبرز الاختلافات ما بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي هقول إن هو المنصات لأن المنصات بتاخد الاشتراك مقدما من الجمهور أو المشتركين فمقابل إن يتعرض لهم مسلسلات نقدر نقول إن هي لها طبع خاص أو لها شكل خاص وبالتالي بنبقى متحررين شوية من فكرة الإعلان أو فكرة الدعم الصناعة ماديا بوسائل خارجية يعني فأعتقد العنصر الرئيسي اللي ممكن يكون مختلف أو يكون هو الكيب لير يعني في رمضان هو المنصات وده بيختلف في الدراما زي؟ زي ما قلت حضرتك هي فكرة إن هو ممكن نفتقد تماما أو نبعد تماما عن شكل المسلسل اللي هو 30 حلقة ونستغنى عن فكرة الإعلان خاصة إن الإعلان نقدر نقول إنه هو بسبب الضيء للبعض يعني حتى هذه اللحظة بيبقى عدد الإعلانات نقدر نقول إنه هو كبير جدا خلال عرض المسلسل وبالتالي ده بيسبب نفور بعض الجمهور فالمنصات بتكون وسيلة آمنة إن أنت تتفرج على المسلسل في الوقت اللي ينسبك بدون إعلانات بدون فواصل فده ممكن يقضي على شكل 30 حلقة باعتبار إنه هو الشكل الأمثل للتسويق خلال الموسم الأكبر يعني وهو رمضان طيب ليه مش بنشوف دلوقتي زي زمان فوزير؟ هل ده ما بقاش قلاص يتناسب مع العصر بتاعنا؟ لا أعتقده مناسب في كل عصر والدليل إن إحنا يعني لسه حتى الترشيحات بتاعت الأسكار فيها فيلم استعراضي وكان من سنوات فيه كذا أكتر من فيلم استعراضي وبتالي ده مش بكلم على الأفلام أنا فاهمي يا فندي أنا بقول لحضرتك إن الاستعراض عموما له جماهيرية كبيرة جدا يعني حتى هذه اللحظة فن الاستعراض مقبول جدا وفن الجمهور بيحبه الفوزير كانت بتجمع ما بين الاستعراض وما بين مشاهد تمثيلية واسكتشات فده كان لون الجمهور المصري بيحبه بشكل كبير لكن لو بصينا على اللون ده هنلاقي إن اللون ده بيحتاج ديكور بيحتاج ملابس وقبل اللحاجتين دول بيحتاج نقدر نقول ممثلة أو مؤدية من طراز خاص يعني إحنا شفنا ده مع نيلي شفنا ده مع شريهان شفنا ده مع ندين ما ينفعش تكون مثلا أجيب حد راقص محترف وخليه يعمل فوزير لازم يقى فيه عوامل أخرى بتخش في المسألة فبنى الفوزير كعمل فني بيقدم في رمضان أو مرتبط به في رمضان حتى لو ما كانش مرتبط بالاستعراض لإن البداية كانت مثلا مع سلاسي أضواء المسرح لو حبينا نتكلم على البداية عن الفوزير يعني الفكرة كلها ليها علاقة بالقبول وليها علاقة بعوامل كتير جدا بتحتاج إنها تتضافر علشان تطلع فوزير فممكن العوامل دي لو عامل فيهم واحد بس اختل ممكن العمل كله ما يلاقيش القبول عند الجمهور ما يلاقيش اللينك اللي كان بيحصل ما بيننا وما بين نيلي أو ما بيننا وما بين شريهان زي ما كان حاصل قبل كده وبالتالي لازم يقى فيه شاعر غنائي جيد جدا لازم يقى فيه مصمم للرأسات لازم يقى فيه مصمم ملابس بيقى فيه تفاصيل كتير جدا بتخلي الفوزير عمل ناجح ومقبول ما اعتقدش إن العوامل دي كلها هتتوافر في هذه اللحظة مع حب الناس لفن الاستعراض يعني هل نقدر نقول إن طبيعة الجمهور نفسه اتغيرت يعني مثلا لو برنامج من البرامج اللي كانت بتتعامل زمان زي مثلا بدون كلام هل تفتكر إن دا لو اتعامل تاني دلوقتي الناس هتتفاعل معاه؟ والله على حسب يعني حتى الآن فيه برامج مسابقات ولكن برامج المسابقات خدت طبيعة مختلفة يعني ما بقتش بتعتمد بشكل رئيسي على فكرة إن إحنا نجيب فنانين ويعودوا مع بعض والفنانين دول يخدش في مسابقات برامج المسابقات نفسها بقت لها علاقة باكتشاف المواهب خدت شكل وطبيعة أخرى الجمهور بيتفاعل معاه وطبيعة التفاعل دي كمان اتغيرت لإن بقى بقى فيها شق اقتصادي ولو علاقة بالاسم اس لي علاقة بالتصويت لي علاقة بالإعلانات اللي بتتعرض خلال البرامج المسابقات فبرامج المسابقات نفسها خدت شكل آخر يعني بقت أقرب للرياليتي شو أقرب لحاجة بنستغلها اقتصاديا أكتر من إن هي تكون مجرد برنامج مسابقات لطيف بيبقى فيه نجوم بيتبارأ أو شخصيات عامة بتتبارأ فاعتقد إن الشكل ده خلال رمضان مش هيكون بيحظى بنفس القلق اللي كان بيحظى بيه في السنين اللي فاتت أو في السنوات اللي قبل كده يعني اللي ما زلنا حتى الآن بنتفرج عليها وبنعيد مشاهدة الحاجات القديمة لكن لو حاجة جديدة حصلت ما أعتقدش إن هي هتكون بنفس التأثير يعني طبعا الموزعين وفريق الإعداد دايما حاليا بيعتمدوا على الأخبار خصوصا لو كانت فنية من السوشال ميديا والإنستغرام أو الفيسبوك أو التيك توك بتاع الفنان اللي هو مثلا بيستضيفه برنامج زي مثلا حوار صريح جدا اللي كان بتقدمه الزميلة مونة الحسيني ده كان وقتها ما فيش سوشال ميديا خالص هي كانت بتجيب فعلا الضيف أو الفنان اللي موجود وكأنها عندها كل أخبار حياته كأنه كان فيه سوشال ميديا كانت إزاي الوقت ده مسلا تفتكر بيجمعوا الأخبار والمعلومات بتاعته فريق الإعداد يعني في الوقت اللي ما كانش فيه هي الأداد طورت فقط ولكن هل وظيفة المخبر الصحفي أو الصحفي اللي مهتم بأخبار النجوم وحياتهم هل ما كانش موجود هو موجود ولكن الفرق إن السوشال ميديا دلوقتي بتكشف الاغطاع أكبر من الجمهور والعدد كبير من الناس وما زال حتى هذه اللحظة فيه مهنة مهنة اللي هي الصحفي السوشال ميديا الصحفي المختص بالسوشال ميديا الصحفي اللي بيتابع الكونتات النجوم اللي بيشوف التفاصيل اللي بيكتبوها بيعمل فيتشارات عنها فطول الوقت الحركة دي موجودة وأعتقد المهلة بتتطور يعني في الوقت اللي كان فيه الإعداد بيحتاج إن هو يبزل جهد أكبر إن هو يسأل الناس اللي حوالين الضيف أو يجمع مادة صحفية مكتوبة عنه الموضوع دلوقتي بيقى أسهل عشان بنستعمل الإنترنت بس الكونسيبت واحد يعني زي ما بنشوف البرامج الحديثة اللي واخد نفس الشكل بتاع حوار صريح جدا اللي بيقى فيها ضيف والضيف بتتوجه له أسئلة برضو نقدر نقول إن هي جريئة شوية أو ممكن توصل في بعض الأحيان إلى الحدة برامج دي موجودة وليها شعبية بس شعبيتها مش زي زمان وبالتالي أعتقد إن هي مش ماتيريال من وجهة نظري أنا ماتيريال ينفع تتعرض في رمضان ما أعتقدش إن هي هتلاقي نفس بس هي موجودة في رمضان موجودة طبعا موجودة في رمضان يعني هو البرامج موجودة وما انتهتش بس هل هي عليها نفس الاسبوت اللي كانت عليه زمان ما أعتقدش يعني دائما بنحس إن الجمهور بيحب أكتر يشوف الحاجات اللي هي تفاصيل حياة الفنان فبنحس إن هو متابعها أكتر من البرامج الحوارية العادية أعتقد في قسط الزحمة بتاعت مسلسلات رمضان والبرامج الأخرى اللي بتصير جاذبية أكتر بيبقى أكتر الناس بتعتمى بمسلسلات وبتعتمى بنوعية البرامج المقالب مثلا أو نوعية البرامج أخرى يعني عن البرامج دي البرامج دي انتشارها أكتر بيبقى لو في سؤال سخن أو في تصريح سخن بينتشر على السوشيال ميديا طبعا بيبقى ترند لكن هل إحنا بنتفرج على حلقة من الألف للياء زي باقية البرامج أو باقي المسلسلات أنا شخصيا ما أعتقدش مشوفتش حالة زي كده يعني قدامي طيب خلينا في رمضان دلوقتي عايزين نقسم وتقول لنا إيه رأيك فيها أول حاجة المسلسلات الوطنية اللي هتتعرض في رمضان أعتقد أن هي حاجة مهمة جدا يعني كان حاجة مفتقدة كمان من وقت طويل أن إحنا يبقى فيه عندنا مسلسلات وطنية هو طبعا كان فيه مسلسلات وطنية في الفترة اللي فاتت وبالذات التاريخية وكان فيه تركيز قوي كمان على المسلسلات الوطنية التاريخية في رمضان سابقا في مواسم سابقا يعني لكن فكرة أن إحنا نتناول تاريخ حديث أو فترة كلنا عشناها وتبتدي المسلسلات تكشف الفترة دي كان فيها إيه أو تفاصيل كانت غايبة عن الآخرين أو يكون فيها أحداث بتفسر ممكن نكون مواقف أو قرارات تم اتخاذها في وقتها القرارات دي كانت غريبة نوعا ما المسلسلات دي بتفسرها حاليا اللي بيحصل ده كان سببه إيه كان تفاصيله إيه فأعتقد أن وجود مسلسلات من النوعية دي هي حاجة مهمة جدا خاصة إن كان فيه مطالبات موازية طول الوقت إن يكون فيه أفلام عن حرب أكتوبر وعن حرب الاستنزاف طول الوقت فأتمنى إن ده يكون ليه استجابة أكبر خاصة مع النجاح لمسلسلات زي الاختيار بأجزاء التلاتة زي هجمة مرتدة زي العائدون أعتقد أن المسلسلات دي كلها مع بعض كمان بتكون وجهة نظر كاملة يعني إذا كان العائدون بياخد زاوية وهجمة مرتدة بياخد زاوية والاختيار بياخد زاوية فالمسلسلات مع بعض مع مواسمهم أعتقد أن هم بينقلوا صورة كاملة عن العشر أو العشرين سنة اللي فاتوا اللي كان فيهم أحداث قوية جدا نحن مكنش نعف عن حاجة يعني ده جزئية مهمة جدا أعتقد أن هي لازم تستمر كمان لفترة طويلة وتمتد لفترات زمنية أبعد طيب بالنسبة للمسلسلات الاجتماعية يعني المسلسلات الاجتماعية أعتقد أن في أسماء مهمة جدا بتبقى موجودة في الموسم الرمضاني الجمهور بيستنها أين كان المسلسل أو نوعه أو تفاصيله يعني أعتقد أن من أبرز الأسماء دي دلوقتي يسرى نيلي كريم يحيى الفخراني طبعا يحيى الفخراني بيشتغل سنة وسنة أو مسلسله ما بيبقاش هو بيقى منتظم بس ما بيبقاش سنة كل رمضان على عكس نيلي كريم ويسرى يسرى مجددة السنة دي يسرى أعتقد أن هي رجعت شوية أن هي تعمل مسلسل لايت ودي حاجة جيدة جدا ما شفناش ده من وقت شارباتلوس وده من وجهة نظري بيدلل على زكاء فنانة كبيرة ونجمة زي يسرى هي قادرة تقرأ إمتى تغير إمتى تاخد بالها خاصة أن كان فيه شوية تعليقات أن فيه تشابه ما بين مسلسلينها بتاع السنة اللي فاتت اللي هو كان خيانة عهد والمسلسل اللي قبله فأعتقد أن الاستجابة لده ومحاولة للتجديد والتنوع أن هي تروح ناحية مسلسل لايت ودي خطوة موفقة من وجهة نظري كبداية يعني إحنا طبعا لسه ما شفناش بس هيباني يعني بس هي كبداية خطوة موفقة نيلي كريم أعتقد أن هي كالعادة بتهتم جدا أن هي تبرز أضايا المرأة وتبرز المشاكل اللي بتقع فيها المرأة المصرية وشوفنا ده حتى في السنة اللي فاتت وفي السنين اللي قبل السنة اللي فاتت تحديدا حتى خدتها من من قلاص مختلف عن بنت أو سيدة مستوى الاجتماعي ترقى والمشاكل اللي حصلت ما بين هنا وما بين هنا وتعرضت لخيانة زوجية يعني كان فيه تفاصيل كتير جدا ليه علاقة بوضع المرأة داخل المجتمع أعتقد أن المسلسل السنة دي هيبقى أقوى لأن باين من التريلر أن هو بيتكلم على أضايا أحوال شخصية فأعتقد أن اللي كريم ما بيعددش قوي ولكن المسلسل برضو فيه توقعات عالية بجودته طيب من وجهة نظرك شايف أن ليه فيه ناس بتنتقد العمل قبل عرضه والله دي لها أسباب كتير جدا وأعتقد برضو أن هي ممكن تكون ظاهرة صحية يعني بشكل أو بآخر ممكن تكون ظاهرة صحية لأن اللي بينتقد العمل قبل بدايته ده ده بيبقى مكون خزين لو حد من الجمهور يعني مكون خزين سابق ناحية الفنان ناحية المؤلف ناحية المخرج فيه عنصر من عناصر العمل هو عنده فيدباك عنه فهو بيتعامل بناء على الفيدباك ده بناء على الصورة بناء على الوعي اللي هو كونه عن عنصر من عناصر هذا العمل شاف حاجة قبل كده ما عجبتهوش مثلا فبيبتدي يهاجم قبل ما ينتقد أو أنه هو في الحالة الأكبر أو الأعظم بتبقى أن يشوف في التريلر أو يشوف في الدعاية بتاعة المسلسل حاجة تستفز قيمة معينة عنده سواء كانت قيمة دينية قيمة اجتماعية قيمة أخلاقية أو حتى قيمة وظيفية يعني أن احنا كانت فيه عندنا مثلا بعض المسلسلات بيتم الهجوم عليها لمجرد أن فيها ممثل بيمتهن مهنة أصحاب المهنة دول ما بيحبوهاش فما بيحبوش الصورة اللي طلعت بيها الممثل ده في التريلر وبالتالي بيهاجموه مسبقا قبل ما يبقى فيه في حين أن احنا ما نشوف العمل بنلاقي أنه هو بزبط فهي الفكرة كلها أن احنا لازم نحط في اعتبارنا أن ده عمل فني مكون من مجموعة من الممثلين بيقدوا دور وأي مهنة في الدنيا وأي طائفة في الدنيا فيها جيد وفيها سيء وبالتالي كل اللي احتمالت على الترابيزة ومتاحة وبنشوفها لأن ما فيش دراما كلها خير يعني لو عملنا دراما كلها خير ما فياش عنصر شرير أو ما فياش عنصر محفز مش تبقى دراما مش هنقدر نتفرج عليها يعني بس فيه ناس بتقول في الحتة دي بالذات أن من كتر ما الدراما كانت بتعرض مأسويات وأفعال يمكن بتكون شريرة قوي فيه ناس كانت بتقول أنتوا بتسهلوا علينا كمشاهد أن هو يحس أن كل حاجة بقت عادي وأن الشر بقى عادي وما بقناش نتخض منه فهل أنت إي رأيك في الموضوعنا؟ هل الكلام ده بتقال على صفحات الحوادث بتاعت الجرائد؟ فيها حاجات أسوأ من المسلسلات هي الفكرة كلها أن دي أزمة أزالية هل الفن بيأثر تأثير لهذه الدرجة ولا العكس؟ وجهة نظر أنا الشخصية أن الفن هو إنعكاس للمجتمع هو مرآة للمجتمع اللي بيحصل في المجتمع الفن بيعرضه وأحيانا أحيانا نتيجة بعض القيود سواء القيود اللي بيحطها الفنان على نفسه اللي هي الرقابة الزاتية أو الرقابة المفروضة ودي بتبقى حاجة عادية جدا موجودة في كل حتة في العالم على اعتبار أن التلفزيون مش زي السينما بيبقى فيه تحديد شوية لطبيعة الجمهور اللي بيخشه التلفزيون موجود في كل بيت وبالتالي بيبقى فيه بعض الناس بيفضلوا أن يكون فيه قيود على اعتبار أن لو فيه أطفال أو فيه ناس ممكن تتأثر فبالتالي نخلينا في السيف صايد طول الوقت فحنا هنا بنتكلم سواء القيود دي محطوطة أو القيود دي محطوطة الفن هو وجهة نظر مخففة لما يحدث في الشارع احنا ما بنجيبش العنف اللي في الشارع كله ونحطه في عمل وبالتالي تأثير الفن على المجتمع هو تأثير ما بيحصلش كتير جدا يعني حالات قليلة جدا في مصر اللي احنا شفنا أن الفن أثر فيه على المجتمع زي فيلم مثلا جعلوني مجرما لفريد شوقي الفيلم ده تسبب في تغيير قانون أو أريده حلن فتن حمام الفيلم ده اتأثر ولكن هل احريك شفتي أفلام تانية مثلا تأثر بيها الجمهور أكتر من أنه هو يعمل قصة شعر أو يلبس هدوم شبه الفنان ما اعتقدش دايما كل الأعمال بتبقى انعكاس حتى لو بصينا على أريده حلن أو جعلوني مجرما هو انعكاس لواقع في المجتمع الفن ألقى عليه الضوء وبالتالي المجتمع يتحرك علشان يغير العبء اللي واقع على الأفراد وبالتالي يعني موجة نظري أنا الفن بيتأثر ما بيأثرش وتأثيره ما بيبقاش قوي كده بشكر حضرتك على وجودك معي قوي النهاردة بشكر الناقد الفني رامي المتولي بشي جدا شكرا بشي حضرتك وبكده تكون حلقاتنا خلصت نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة باي باي